من نابلس خالد بدير مراسل الغد ما الجديد لديك خالد اسمح لي خالد ابقى معنا ثوان فقط نريد ان نتأكد اننا نستمع الى صوتك بشكل صحيح نذكر فقط بما حدث في نابلس بالامس ربما كان هناك احداث في حوارة وكان هناك شهيد الان ما هو الجديد لديك الجديد لدي كما ترصد كاميرا الغد هذه الصور الى الاستمع الى صوتي اذا كان فقط معالجة هذا الامر فنيا هناك التواجد لعشرات المستوطنين على الدوار سليمان الفارسي في هذه الاثناء عدد من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال تم الدفع بقوات شراطية وقوات حرس الحدود لمنع تقدم المستوطنين الى الاطراف الشمالية ببلدة حوارة بعد هجوم البارحة المستوطنون يواصلون الاستجازات باتجاه الفلسطينيين الاطقم الصحفية كان هناك استهداف لعدد من مركبات المستوطنين بالحجارة ببلدة حوارة وكانت هذه على وقع صور يعتبرها المستوطنون انها لا يمكن ان تخرج على وسائل الاعلام العبرية وهي صور قمع وحدات شراطية واخلاء المستوطنين من بؤرة فيتار على قمة جبل صبيح وبالتالي يواصل المستوطنون التصعيد الميداني في هذه اللحظات هنا بعد سلسلة دامية من الاعتداءات يتزامن مع سلسلة قرارات لعملية شق طرق استيطانية بين مدينتين نابلس وكذلك ايضا قلقيليا لتجنب عبور المستوطنين من بلدة الفندق وكذلك الامر على حاله في هذه اللحظات يبقى الشارع العام ببلدة حوارة مغلقا هذا هو اليوم الاول لقرار الاغلاق الذي اصدره قائد المنطقة الوسطى لاغلاق طريق حوار امام حركة المركبات الفلسطينية والابقاء فقط على عبور المستوطنين لكن وسط انتشار عسكري اسرائيلي كبير لحماية المستوطنين وهناك طبعا رفع للحيطة والحضر بالنسبة للعائلات الفلسطينية بعد الهجمات المباغتة التي تعرضوا لها خلال الليلة الماضية واصفرت عن حرق عدد من المنازل وكذلك المركبات المحال التجارية امام كل هذا المشهد يبقى التوتر مستمرا الهلال الاحمر الفلسطيني قال بان 13 فلسطينيا اصيبوا خلال مواجهات اندلعت ببلدة بيتا الى الجنوب من مدينة نابلس وان التواقم الطبية تعاملت مع كافة هذه الاسابات طبعا هذه الاسابات جاءت بعد زيارة ظهر هذا اليوم لوزير الامن القومي اتمار بن كفير الى المنطقة في محاولة شرعنة البؤرة الاستيطانية لكن على ما يبدو بان قرار الجيش باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة كان واضحا وان رفض بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية لشرعنة هذه البؤرة ورفض طلب اتمار بن كفير كان واضحا من خلال طبعا اخلاء المستوطني لكن على الجهة المقابلة استمرت نقطة التوتر في محيط بلدة بيتا بعمل لإبعاء المواجهات والقمع وإطلاق كثيف للرصاص الحي في ظل طبعا الحشودات الاستيطانية التي نشاهدها الآن وسط ترقب لأساعات المقبلة ربما في ظل هذا المشهد لكن مما نراه بعد سلسلة أبايا ابقى معنا خالد لو سمحت الآن فقط ننوه لأن هذه الصور وصلتنا للتو هي صور قبل قليل من أريحة لمكان إطلاق النيران على يسار الشاشة الآن على يمين الشاشة نتحدث عن حوارة في نابلس وعلى يسار الشاشة نتحدث عن أريحة جنوب أريحة تحديدا بالقرب أو بمحاذاة البحر الميت كما هو واضح في الصورة والخبر هناك أنه منذ قليل قاية هناك عملية فلسطينية أطلق فيها النيران أو النار لا ندري حتى اللحظة من عربة سائرة على هذا الطريق باتجاه عربة قادمة أيضا سائرة يعني كان الذي معه السلاح كان متحركا والهدف كان متحركا أيضا فسجلت إصابة لإسرائيل لكن حالتها خطيرة للغاية كما توصف في الإعلام هذه الصور وصلتنا للتو أعود إليك خالد واعتدنا عن المقاطعة تفض يعني لربما متابعة في هذا الوصف الذي أشرت إليه والربط بين حوارة ومكان العملية في أريحة أن إثمار بن كفير قال ما حدث في الأردن يبقى في الأردن ولكن الفلسطينيون اليوم يقولون وبالفم الملآن أمام صمت العالم ما حدث في حوارة سيكون له التبعات وما قبل حوارة ليس كما بعد حوارة تماما يعني المشاهد كانت صادمة بالأمس نداءات الاستغاثة روايات شهود العيان الإحراق المنازل وبداخلها الأطفال كبار السن إطلاق القنابل الغازية حماية جيش الاحتلال حرق مركبات نحو سبع معارض كما قالت بلدية حوارة وأصدرت كشفا مفصلا حول الأضرار التي خلفها هذا الاعتداء الكبير وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك ردت فعل وبالتالي كانت القرارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بالدفع بكتيبة رابعة من قبل جيش الاحتلال إلى مناطق الضفة الغربية لتعزيز هذه المناطق وبالتالي هذا الأمر يبقى الآن في دوامة متسارعة على وقع كل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وكل الاعتداءات الاستيطانية محاولات المستوطنين لم تتوقف حتى هذه اللحظة في بلدة حوارة أو حتى على الطرق الالتفافية هناك اعتداء في مناطق الأغوار وتحديدا في منطقة سهل البقيعة لهذا اليوم حسب ما أفاد من هناك معتزب شراط مسؤول ملف الاستيطان بأن جيش الاحتلال أغلق عدة طرق باتجاه سهل البقيعة إلى القرب من بلدة طمون وتحديدا إلى الجنوب من مدينة طباس كانت هناك مهاجمة من قبل مجموعات استيطانية لعدد من خيام الفلسطينيين ومضارب البادو في ذلك المكان كل هذا المشهد بالتأكيد يلقي في ظلال التسارع وتيرة الأفعال وردات الأفعال هناك إذانات وهناك صوت لربما يبدو مرتفعا من قبل الأطراف الدولية فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، الجامعة العربية مواقف خرجت عن مصر وكذلك الأردن لربما الآن ما أشاهده هو يفسر بأن جيش الاحتلال وقوات شراطية التي تعنى للتعامل مع المستوطنين باعتبارهم كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنهم مدنيين وليسوا مستوطنين يتم الدفع بقوات شراطية في هذه اللحظات ويمنعون تقدم المستوطنين باتجاه الأطراف يعني يبقون على تواجدهم على دوار سليمان الفارس وهو ما حدث طوال هذا اليوم لكن لهذه اللحظات بالعشرات نشاهدهم من هذا المكان الذي نرصد به هذه الصور الحية والمباشرة وبالتالي يمنع على المستوطنين التوجه لكن هل سيتمكن المستوطنون كما حدث سابقا في محيط برقة بكسر هذه الحواجز وتنفيذ سلسلة اعتداءات يعني هذا يبقى ترقب حذر لكن لا أعتقد ذلك إذ أن جيش الاحتلال يفرض سيطرة في هذه اللحظات برفقة القوات الشراطية في ظل تواجد لوسائل الإعلام يعني يعلم جيش الاحتلال وهناك نقطة عسكرية بالأسفل مننا وفي عدة مناطق شكرا خالد بدير من نابلس وبالتأكيد سنعود إليك لاحقا شكرا خالد بدير من نابلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر